بسلام الله إليكم صاحب الفضيلة والسائل يقول هل اتخاذ سجادة خاصة للصلاة؟ نعم يقول هل اتخاذ سجادة خاصة للصلاة مع عدم الحاجة إليها من البدع؟ لا ليست من البدع اتخاذ السجادة للصلاة ليست من البدع بل هي تكون من المباحات تكون من المباحات لا نقول ما بدا والمصلي يصلي على حسب حاله على الأرض أو على فراش أو على سجادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حسب الحال أحيانا يصلي على الأرض وأحيانا يصلي على الحصير عليه الصلاة والسلام ما كان يقصد أنه ما يصلي إلا على الأرض أو ما يصلي إلا على فراش بل كان يصلي حسب ما اتفق حيث صلى الإنسان على سجادة أو على فراش أو على الأرض وكل ذلك لا باس به نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر